الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولو القلوب والأبصار وتبصرة لزو الألباب والاعتبار الذي ايقظ من خلقه من استفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وفقهم للدأب في طاعته والتأخب لدار القرار أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط المستكيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين حياكم الله وأيها الأحبة الكرام على مئدة سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ومع رياض الصالحين سائرين الله عز وجل أن يجعلنا من الصالحين وأن يحشرنا في زمرة الصالحين قال تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم أيها الأحبة الكرام هذا هو باب فضل الجوع وخشونة العيش والاكتصار على القليل من المأكل والمشروب والملبوس وغيرها من حفوظ النفس وترك الشهوات قال الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا يعني خلف الله تبارك وتعالى بعد من بعد الذين أثنى عليهم من الأنبياء والصالحين كما هو معلوم في سورة مريم خلف خلف من بعدهم خلف سوء أضاعوا الصلاة بطركها أو تأخرها عن وقتها واتبعوا الشهوات يعني مالوا إلى زخاري في الدنيا فسوف يلقون غيا يعني شرا وخسرانا والعياذ بالله كما قال الله تبارك وتعالى في سورة القصص قال جل وعلا عن قارون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا كلا إن قارون خرج على بغلة شهباء وعليها سورج من ذهب ومعه أربعة ألاف من زيه قال تبارك وتعالى كذلك لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يعني أي إذا ألهاكم عن الشكر عن زيد بن أسلم رضي الله عنه مرفوعا قال في قولي جل وعلا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يعني شبع البطون والبارد من الشراب وظلال المساكن واعتدال الخلق والذة النوم كل ده تسأل عليه كل هذا من النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا كما قال الله جل وعلا في سورة الإسراء من كان يريد العجلة عجلنا له فيها عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم وصلها مذموما مدحورا والمعنى أي من كانت ثمة مقصورة على الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء من البسط لمن يريد أن نفعل به ذلك ثم جعلنا له في الآخرة جهنم يصلها مذموما مضحورا مطروضا مبعدا والعياذ بالله عن عائشة رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ضار من لا ضار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له رواه أحمد والآيات كثيرة في القرآن الكريم معلومة أي في فضل التقلل من الدنيا والترغيب في الآخرة كما قال الله تبارك وتعالى من كان يريد ثواب الآخرة من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وقال تبارك وتعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقنون عن عائشة رضي الله عنه قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض وفي رواية ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليالي انتباعا حتى قبض اللهم صل وسلم وبارك عليه فيه إعراض صلى الله عليه وسلم عن الدنيا وزهده فيها وفيه تحريض الأمة على الزهد فيها والإعراض عما زاد على الحاجة منها ولما نفات فيه وبين حديث أنه صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله كوت سنة لأنه كان يفعل ذلك في آخر حياته فيخرجه في الحوائج تعرض عليه في الحديث كذلك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول والله والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوكذ في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار كنت يا خالة فما كان يعيشكم المرة أنتم كنت عايشين على إيه قالت الأسودان الطمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جران من الأنصار جران من الأنصار وكانت لهم منائح وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها حديث متفق عليه قال الحافظ في هذا الحديث ما كان فيه الصحابة من التقلل من الدنيا في أول الأمر وفيه فضل الزهد وإثار الواجد للمعدوم والاشتراك فيما في أيدي الناس وفيه جواز ذكر المرء ما كان فيه من الضيق بعد أن يوسع الله تبارك وتعالى عليه تذكيرا بنعمته وليتأسى به غيره وفي الحديث كذلك عن أبي سعيد المكبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شات بين أيديهم شات مصلية فدعوه فأبى أن يأكل وقال خرج رسول رسول الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير رواه البخاري معنى شا يعني مصلية يعني مشوية في هذا الحديث فيه أن من شأن المحب أن يتبع أثار محبوبي ويأتم بها فهذا هو أبو سعيد رضي الله عنه وارضاه يحكي عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه ماذا كان وعن أنس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات رواه البخاري وفي رواية له ولا أرشاة ولا رأشاة سميطا بعينه قط عليه الصلاة والسلام الخوان يعني ما يؤكل عليه الطعام بدون أن يخفض الأكل رأسه من غير أنه ما يوطي كده وينظر في الأسفل أنه حتى السلام كان يأكل على شيء مثيل بهذا يعني أشبه بالطربيزة أو حاجة زي كده اللي بيقضى عليه الطعام والخبز المركك هو الأرغفة الوسع الرقيق والصميت ما أزيل شعره وشوية بجلده القط زرف لما مضى من الزمان مبنية على الضم وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم صلوا عليه عليه الصلاة والسلام وما يجد من الذقل ما يملأ به بطنه عليه الصلاة والسلام الذقل اللي هو تمر رديء قوله لقد رأيت نبيكم فيه حث المخاطبين على الاكتداء به والإعراض عن الدنيا مهما أمكن فنختم إن شاء الله تبارك وتعالى أو نكتفي بهذا القدر خاصة أن الأحاديث كلها تدور حول هذا الأمر وهو عن فضل الجوع وخشونة العيش والتقلل من أمور الدنيا